طيب احنا هنروح ليمكن حكاية تانية كمان يا مصطفى وهي حكاية الحج أو السيدة أو الستة كريمة من دوي البصيرة واللي جماعة هي وجوزها الحب والزواج من حوالي أكتر من 34 سنة كانت تعرف الأول ما بينهم لما نظمت المدرسة الخاصة بالمكفوفين رحلة مشتركة للأولاد والبنات من يومها بدأ التقارب والتفاهم بينهم وقرروا ان هم يتجوزوا وكملوا حياتهم ربنا رزقهم بالزور يا صالح معنا على التليفون الحجة كريمة علي بنصبح عليك يا حجة كريمة يا صباح النوم كل سنة وانت طيبة وانت بقى صحة وفرانة ونبي عايزين نعرف منك رشتة للحبيبة وإحنا كده في عيد الحب إيه هي كلمة السر عشان الزواج ينجح؟ عشان الزواج ينجح أيوة إن يكون يعني التساوم بينهم وبين بعضهم يكونوا متساولين مع بعض يكون شيء روح معنوية كملي وسمعيني قولي كل اللي عندك إحنا محتاجين نسمع إحنا والله يعني التساوم بيننا كويس جدا والروح معنوية مرصاة جدا وأحبنا بعض بالقلب وليس بالعيد الحب بالقلب وليس بالعيد الله الله يعني طب ستة كريمة يعني الصعوبات اللي قابلتوها في الأول كانت إيه؟ يعني أكيد الناس عادوا يقول لكم في الأول حياتكوها تبقى صعبة يومكم حيبقى صعب تخطيتوا ده إزاي كنت تبتعبوا إيه؟ بس الأهالي كانوا ما كانوش موافقين علشان كانوا خيشين علينا إن إحنا ما نعرفش نتعمل مع بعض وما نعرفش نعمل حاجة علشان النظر وكده بس الحمد لله والله العظيم إحنا ما حد عمل لنا حاجة وكل حاجة ماشية طبيعة زي أي واحدة مبصولة ومبطرة عاد طب عرفين عن الرحلة اللي أنتو خاركتوا فيها مع بعض ووصلت الرحلة بالنهاية بقت رحلة حياة مش ما بقتش رحلة بس كده النحطة كنا في النور والأمل يعني هما كانوا في مدرسة وقتنا كنا في مدرسة تمام فاللي كانوا معاهم المسؤولين اللي كانوا عندهم كانوا يجيبوا عندنا كويس فاقترح على رئيسة النجاسة بتاعتنا إن إيه ممكن يعملوا يوم مفتوح يجيبوا يقعدوا مع البنات ويشوفوا اللي تعجبها إنسان ويتبقى قويصة يقولوا يوم عليه حيل فاقعدنا السواء وكل واحد قاعدت معه واحد كويس فجت ما جيه أبو حمادة قاعد معايا حفت إن هو إنسان طيب وكويس وحفت إن أنا بتحكيره وهو كمان ارتح لي طريقتي وكده بحبنا بعض فجت قلت له يا جماعة أنا بصراحة يعني حبيت سيد حمادة وحفت إن هو إنسان قويس وطيب ونفوه شي حاجة غيره هو قبل جامعته من نص الموضوع شي الأول كانوا محتراضي إيه جامعته إن هو ياخد واحدة كثير شوه هو كثير وجامعتنا برضه كانوا محتراضي إيه بس بقى من كتر يمجي سيد بقى يجي على طرف بقى يقول لا أنا هتنين يعني من الشيقص من إنهم يفتوضوا فيها والكلام ده كله قاعدنا قاعد تلات سنين يجي عندينا ويرجعوا ياه ده يعني كان فيه إصرار آه كان فيه إصرار جامع آه تلات سنين تلات سنين يجيوا الجماعة والجماعة بتونا يرجعوا بس قامنا بقى يعني انكسف من إنهم بقى كثير ورايح جاية عدنا على طرف هو كان بيجي من نصر وحما كنا عدنا في المنطية ده كمان صفر كمان آه آه كان بيصفر ده كان بيجينا في اليوم مرة إيه الله يعني وبعدين أخويا قال لا مش معقول إحنا ده راجل كثير مش معقول أن نتعبه لده وهم اللي اتنين إيه اللي يمزج من بعض قرأ هم يصرفوا عشيتهم مع بعضهم بقى نشوفوا يعملوا إيه ولما تجوزتوا عشتوا فين يا ستة كريمة يعني عشتوا بعيد عن أهلك ولا لا احنا عشنا في المنطية برضا والدي قال للسيد اللي ياخد بنتنا يقعطها جنبنا بس همه ما كاناش بيعملوا لحاجة بقى ما خلتهم شيء يعملوا لحاجة عشان ما يقولوش أهوه نقولنا المكفلسون بيش هينصار مع بعض لا أنا عملت كل حاجة في البيئة كل حاجة وأولادكو بقى أحكيلي عنهم أولاد أنا معي ولد واحد بس أحكيلي اللي أحكينا عنه أحكي ربنا يخلهولك يا رب الله يخليك ما خلفت إيش لهو ربنا يخلهولك ربيته وكبرته والله العظيم وقدت بتعامل معاه زي أي واحدة من صرف تتعامل مع أولادك تباكو في الغيار وفي كل حاجة هو تغير وفي كل حاجة شكراً لك يا حاجة كريمة يعني دايماً إحنا بنحب نحكي القصص دي لأنه للأسف إحنا بقينا من كتر معادين على موبايلاتنا طول الوقت شايفين الحياة على السوشيال ميديا وكأنه هو ده الطبيعي كأنه طبيعي أن إحنا طول الوقت بنجيب الهدايا اللي مش عارفة إزاي والأفوارة عاملة إيه وبنسافر فين وبنعمل إيه وده مش الحقيقة وده مش الحياة والناس دي بتعمل ده وبتنزل الصور دي عشان خاطر الريتش والترند والحاجات دي كلها نعم ما فيش حياة كده بيحصل فيها كده كل يوم دي الحياة الطبيعية ده الحب هو ده مش أي حاجة تانية اللي بيظهر لنا على التليفونات ده مش حب ده ترند ده ريتش مش أي حاجة تانية البوز البطة والسيلفي وحياتي أحلى مع أحمد وهابي فالنتاين يا حبيبي والحاجات اللي بنشوفها دي أهو خمسين سنة حب ما بين زوجين بيتكلموا كأنهم اتنين في الجامعة آه بالزبط روحهم حلوة جدا موتوني متضحك اتنين من ذوي اللي احتاجات الخاصة أو من المكفوفين اللي هم فعلا فعلا يعني قصة جميلة بيروح لها يوميا من القاهرة للمنوفية مرة واثنين قاعد يروح ثلاث سنين وأهلها رفضوا كذا مرة وهو مصمم عليها وبيحبها وجالها رحلها يعني احنا بمتكلم عن قصص وقعية هو ده الحب الحقيقي اللي موجود في بيوتنا كمصريين احنا النهاردة فوق الميت مليون الميت مليون مش هما الترافيك ومش هما السوشيال ميديا لا الميت مليون فيهم قصص حقيقية بتعبر عن العطاء بتعبر عن الرضا بتعبر عن قيم انسانية واخلاقية هي اللي بتخلي الحب انا بعتبر الحب ده كأنه عرمية والبنزين اللي بتحط فيها ايه حاجات كتير جدا الاحتواء الاهتمام الرضا فضيلة الرضا اللي تكلمت عنها وقالت عنها حاجة زينب حاجة زينب بالضبط كده وقالت الرضا احنا الناس النهاردة بتقعد تقارن وتقعد تشوف على فكرة كلنا بنقع في الحتة زيني ده حقيقي سقف التوقعات يعني بالضبط انا عايز اعمل كذا تم فلانا قادرة تعمل كذا وده للأسف اللي خلى المعايير مش حقيقية او المفاهيم انا اصفا مش حقيقية المفهوم عن الحب انه فلان يعمل لي ويجيب لي ويصفار لا مش حقيق يعني ده بفيش كده الطبيعي هو ده اللي احنا بنشوفه معنا النهاردة في حلقتنا يعني هو ده الحب الطبيعي وهو ده اللي احنا كنا متعودين عليه لكن للأسف الانفصال زاد والمشاكل كترت بسبب انه احنا طول الوقت عزيلا موبايلاتنا بنقارن ده حقيقي جدا وهو للأسف السوشيال ميديا من الامراض المجتمعية اللي دخلت وإحنا يمكن اول جيل اتصدم بيها احنا تحديدا يعني يمكن اللي قابلينا ما كانش شايف ده بشكل واضح لانها دخلت جوة بيوتنا وبقت تصور الحياة بشكل مفصل يعني فهو ده اللي خل